في الفيديو ده هنعرف ازاي نحرك الصورة لليمين او للشمال او فوق لتحت دي اتجاهات الحركة انا عندي هنا ده اتجاه اكس موجب وده اتجاه اكس سالب وده اتجاه واي سالب وده اتجاه واي موجب احنا في الفيديو اللي فات تعرفنا ازاي بنعمل اللي بنستخدمها في التعامل مع الصور وبعدين بنعمل لها بنكتب هي اسمها وانا بكتب عشان اسهل اسم يعني بدل ما بكتب اه وانا بكتب الاوامر لا انا بكتب بتبقى اسهل شوية يعني يعني بغير اسم بالطريقة دي مش شرط طبعا اسميها ممكن اسميها مثلا از ان شاء الله حتى محمد اي اسم يعني فانا بغير اسمي عشان خاطر لما استخدم الاسمي باسهل معي احنا طبعا عرفنا ازاي نقرأ الصورة بنكتب يساوي وبنكتب المصار بتاع الصورة تعالوا نعمل ده شكل بتاعتنا احنا بنعمل هي اللي بتحرك لنا الصورة هي دي باجي هنا واستخدم واكتب قيمة الاكس وقيمة الواي يعني انا عايز احرك في الاكس مثلا ناقص مية للشمال يعني وعايز احرك في الواي مية يعني لتحت مية وناقص مية دول اه وحدتهم ايه دول وحدتهم البكسل لان الصورة اصلا بتبقى وحدتها بالبيكسل لما اجي اعمل رن حلاقي في خطأ ظهر لي ليه بقى لان البرنامج مش متعرف على الان بي يعني معنى ذلك ان في لازم اعمل لها امبورت هحط الموس على الان بي وحضغط على كويك فيكس حلاقي اوتوماتيك عمل لي امبورت للليبريري اللي اسماها نامب امبورت نامب از ان بي حلاقي الارر اختفى خلاص هعمل رن حلاقي الصورة تحركت من مكانها اللي انا معلم عليهم قدامكم دول دول متغيرات يعني ممكن احطهم باي اسم انا عايزوا والباقي سوابت يعني الفونكشن مثلا انا بسميها موف انت ممكن تسميها اي حاجة وبعدين بعمل ماتريكس بسميها موف مات وبعدين برضو بعمل متغير اسمه دايمينشن وده بيحفظ لي الابعاد بتاعة الصورة اللي انا شغال عليها وبقية الحاجات دي كلها سوابت كلمة موف دي اميج دي اللي هتظهر على الواجهة من فوق لما اعمل رن موسيقى موسيقى